الحمد لله والسلام على رسول الله أهلا بيك وحلقة كلها ده بديب حلقة كلها قلوب ويعني حاجة تحفة جدا بيقولك أنا مبعرفش عايش من غير حب أنا أصلا كائن بيحب على نفسه طبيعي والحب بقى دكتورة وبلاش بقى بلاش الكلام اللي انتو بتقولهولنا ده واسيبونا نعيش الحياة المشكلة بتقول حبتهم خدعت خلينا نشرح لكم حبتهم خدعت بتقول حبيت وكان صادق معايا بيكلم والدتي قالوا بالكم عشان احنا فيه طرق جديدة دلوقتي للكلام ده وأنا متعلقة بيتعلق شديد جدا جدا وكان خلاص ومكلم والدتي وكمان ابن خالتي رجل من العيلة هو عشان بس ما تقولش ما تكلمش رجالة لأ وإحنا مع بعض بقى ناربع سنين والمفروض خلاص ان احنا حنتجوز بالكلام ده وبعدين جي قال لي فمرة والدتي ان والدته هو معترضة طب خلينا بس تكلم والدتي طب كزا لأ والدته عندها عايزة تجوزني حد معين ودي بقى بداية الخيط أصل الحمدين علي أصل الورث مشان فعلا ما نجوز بنت عمي وكلام اللي انتو فاهمينه بقى كل الايه الشمالات اللي لأة يعني وبعدين والدته قالته بتاعه الكلام ده المهم هو قال لأة طبعا أنا معاكي وهو كان بيحبها ده كلامها أنا معاكي وزي الفل وكويس والكلام ده وبعدين فجأت بصور خطبته على الفيس بتقول صدمت وفضلت فقد النطق أكتر من شهرين وفضلت أبكي ووالدتي قاعدت تحاسبا عليه وأنا قلت له إزاي تعمل كده يقول كان غزبة عني غزبة عنك أنت كنت بتكلمها وكنت قاعد معاها لحد آخر وقت معنى أنك خطوبة يعني رحت وشفت وقدمت شبكة وقعدت مرة واثنين وثلاثة طب ليه رابط التانية بين الغمسكينة دي بيك ما دي مشكلة برضه أو إن هي اتخدعت يعني ده نوع من الخداع التي تعرضت وهي تعلقت بتقول لك عندي نوع من أنواع التعلق الشديد جدا وأنا تعبانة أنا مريضة وتكشف ما فيش حاجة كل الأعضاء سليمة لكن هي مريضة الخداع التاني إنها تحب وبعدين تنخدع خداع غير طبيعي إنه يعرف واحدة واثنين وثلاثة وبيتكلم واحدة واللي متجوزة واللي مش متجوزة والشابة والجميع أنواع واللي كشف لها الكلام ده صاحبه عشان هو عايز يقنط معا هكاد كتير وكصص كتير بنسمحها أيا كان أيا كان الحب حلال ولا حرام إحنا مش ضد الحب أجمع أبدا ولا الناس يتقولون تقولون ليه بتضيقوا علينا إن إحنا نحب أبدا بالعكس الحب دي حاجة جميع ومن الواحد ما ينفعش أصلا يعيش من غير حب ولا ينفع يعيش بس أنا وحب ومين هي صفات المحبوب أصلا المفروض إن أنا أسلم له قلبي والخداع جاي من إين جاي من الراجل ولا جاي من الست ولا من الظروف ولا أمه إيه بالزبط وعايزة ديكي نصيحة في الآخر كلمات اللي بنسمحها من البنات هو خان بلا شخون صحة ولا غلط طب نعمل إيه وإيه الوقاية وزاي يرجع قلبي تاني سليم كل كلام ده هنعرفه في حلقاتنا النهاردة يلا بينا تعالو